مرحباً لمن يود الدراسة في الجامعات الألمانية يجب أن يكون مسجل بشكل رسمي كطالب في الجامعة يطلق على هذه العملية التسجيل في الجامعة يمكن للطالب إتمام الخطوات الأولى للتسجيل في الجامعة في العادة على شبكة الإنترنت لكن يتوجب على الطلب غالباً الحضور للجامعة شخصياً لتوقيع استماراتهم انتباه هناك موعيد محددة وتواريخ صارمة جداً لتسجيل في الجامعة عندما يفوت الطالب هذا الموعد المحدد توجب عليه الانتظار في بعض الأحيان لمدة عام واحد إذا أكمل الطالب الفصل الدراسي الأول بنجاح لم يعد بحاجة للتسجيل في الجامعة للفصل الدراسي التالي وإنما توجب على الطالب تزديد التسجيل في الجامعة وحول كيفية القيام بذلك سنقوم بتوضيح ذلك لكم في فيديو آخر نصيحتنا لكم يجب عليكم قراءة كل الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في الجامعة بعناية على الموقع الإلكتروني للجامعة إن إعداد قائمة لضبط المواعيد الخاصة بكم يمكن أن تكون فكرة مفيدة جداً لذلك نستعرض هنا مرة أخرى الخطوات الرئيسية الخطوة الأولى البحث والعثور على الجامعة المختارة الخطوة الثانية التزود بالمعلومات بشأن سير التسجيل في الجامعة الخطوة الثالثة تعبئة استمارة الطلب للتقديم وإرسالها للجامعة الخطوة الرابعة انتظار الجواب من الجامعة فيما بعد يقوم الطالب بتحويل مبلغ رسوم الفصل الدراسي لخزينة الجامعة وبعدها يمكنه البدء بالدراسة اشتركوا في القناة